اهلا بكم مستمعين الكرام والى موجة الاخبار الصوتية بداية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء مبلغ 25 مليار من ميزانية 2021 وتحويلها الى صالح ميزانية وزارة الصحة من اجل وضع حد للازمة التي يتخبط فيها الكثير من الولايات باقتناء اللقاح هذا وقد صرح ايمن بن عبد الرحمن وزير الصحة ان الجزائر وابتداء من منتصف شهر سبتمبر المقبل ستطلق وحدة انتاج اللقاح بقسنطينة بقدرة انتاج 2.5 مليون جرع مثل البارحة الخميسة المدير العام الاسبغ لصنطراك عبد المومن والتقدور امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد الذي امر بايداعه الحبس المؤقت بعد تسليمه من طرف دولة الامارات العربية الى السلطة الجزائرية والتقدور الذي تورط في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة تمت متابعته قضائيا في قضية مصفات النفط اوغيستا الايطالية التي تم شراؤها بقيمة 1 مليار دولار اضافة الى قضية بي بي ار سي الممثلة في ابرام صفقات مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها هذا وكان قد ارتبط اسمه بقضايا تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وقضية الاخوة كونيناف ضربت اليوم هزة ارضية بلغت شدتها 3.2 درجة على سلم ريشتر ولاية البويرة وقد حدد مركزها على بعد 6 كيلومتر جنوب شرق الهاشيمية الهزة سجلت على الساعة السابعة وسبع دقائق صباحا نصل وايكم الى نهاية هذا المجزي الاخباري تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم وطني نيوز اشتركوا في القناة